من السلطنات والإمارات والمشيخات وقت قصير جداً ذلك الذي استغرقته مفاوضات إنهاء الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن والتي عقدت خلال الفترة من 21 نوفمبر 22 وحتى 29 منه في مدينة جينيف السويسرية ومثل اليمن الجنوبي فيها قحطان الشعبي على رأس وفد من التنظيم السياسي للجبهة القومية فيما مثل المملكة المتحدة وزير الدولة اللورد شاكلتون على رأس الوفد البريطاني المفاوض خلال تلك الفترة القصيرة والتي تلاها مباشرة إنسحب بريطانيا من جنوب اليمن في 30 نوفمبر 22 1967 جارت تفاوض على معظم القضايا الحاكمة للعلاقة بين الدولة المستعمرة والدولة الحديثة العهد وسط جو ودي يعود إلى الظرف الذي تشكلت فيه الجبهة القومية كند سياسي وعسكري لمنظمة التحرير التي تحولت إلى جبهة التحرير بعد تجربة دمج قصيرة مع الجبهة القومية اليسارية أدركت بريطانيا خطورة ارتباط مشروع الكفاح الوطني في الجنوب بالمشروع السياسي التحرري الذي كان يقوده جمال عبد الناصر في المنطقة ونجح في ترسيخ الجمهورية الجديدة في شمال اليمن على أنقاض الإمام المتوكلية لذا عملت على تجاوز جبهة التحرير وباشرت في بناء شراكة مع الجبهة القومية على الرغم من انخراط الأخيرة في حرب التحرير مثلها مثل جبهة التحرير لم تكتفي بريطانيا بتفكيك الكتلة النضالية في جنوب اليمن بل قامت بافتعال حرب أهلية في مدينة عدن بين أنصار جبهة التحرير وأنصار الجبهة القومية تحقيقاً لمقولة آخر حاكم بريطاني لمستعمرة عدن ترومبل أو الدوق الحديدي الذي قال قبل شهر ونصف تقريباً من الجلاء إن بلاده ستترك الرمال العربية وراءها تطالب بحصتها من هذا الجلاء أحيطت مفاوضات الجلاء بالكثير من الانتقادات بسبب ما قيل إنه تفريط من جانب الوفد المفاوض المحسوب على الجبهة القومية بالحقوق المادية وبالتعويضات التي كان يتعين على بريطانيا أن تدفعها للدولة الجديدة لكن العلاقة الخاصة لبريطانيا الرأسمالية بقيت قوية مع حكام اليمن الجنوبية اليساريين لسنوات طويلة بعد الاستقلال واليوم تعود بريطانيا مجدداً كلاعب دولي مؤثر في مسار الحرب والأزمة في اليمن من خلال مسؤولين بريطانيين كبار كوزير الخارجية الذي قام العام الماضي بزيارة ذات دلالة إلى مدينة عدن فيما يقوم المواطن البريطاني مارتين غريفث المولود في عدن بمهامه كمبعوث دولي ثالث للأمم المتحدة ويشرف على تقرير المستقبل السياسي لجنوب اليمن الذي دخل في أزمات متلاحقة ودورات من الصراع لم تتوقف حتى بعد وحدته الاندماجية مع شمار اليمن في إطار الجمهورية اليمنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر